بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبناءنا الطلاب في هذا الدرس من دروس اللغة العربية لطلاب الصف الحادي عشر وعنوانه سوق أكاظ الجزء الثالث بين أيدينا اليوم هدفاني نرجو من الله تعالى العون في تحقيقهما أن يقرأ الطالب النص قراءة تحليلية لغة أساليب للإجابة عن التدريبات أن يطبق ما سبق دراسته من قواعد نحوية وصرفية بشكل صحيح فعودنا معا أن نسترجع ما تم دراسته من قبل فقد عرفنا بكاتب هذا النص الكاتبي أحمد أمين وقد قرأنا النص ومن خلال الكراءة اهتدينا واستخلصنا الأفكار الرئيسة ودوناها بجوار كل فكرة ومررنا ببعض الكلمات فمنها ما عرفنا معناه من خلال السياق ومنها ما عرفناه من خلال المعاجم وقد كانت تدريبات الكتاب خير مؤين على إنجاز أهدافنا فاستطعنا من خلالها استعاب النص وكذلك استطعنا فهمه وتحليله من خلال تلك التدريبات كما توقفنا عند العلاقات بين الكلمات كالطباق والسجع والترادف واليوم أبنائي شمروا عن سواعد الجد والاجتهاد وارجعوا إلى مصادر التعلم لنحقق من خلالها ما وضعناه من أهداف في الصفحة الحادية والتسعين وفي أسئلة الفهم والتحليل في هذا النص طغى العقل على العاطفة في الأسلوب واضح ذلك من خلال النص قد قرأنا النص وعلمنا أنه يعطي معلومات وحقائق تاريخية فأي الجانبين برأيكم سوف يكون ذا حظ وافر؟ العقل أم العاطفة؟ والحقيقة لأن موضوع النص يتمحور حول كيان تاريخي واقعي هو سوق أكاظ فقد طغى الأسلوب المباشر وسرد المعلومات والحقائق التاريخية المصحوبة بذكر أسماء الأماكن والأعلام وتراجعت هنا لغة العاطفة والأساليب الإيحائية فالمقام ليس مقام عاطفة وإيحاءات بل مقام معلومات وحقائق في الصفحة ذاتها من الفقرة الثانية علل توظيف الكاتب كلا مما يأتي الفعل المضارع الفعل المضارع المبنية للمجهول تكرار اسم السوق عكاظ نعم ارجعوا إلى الفقرة ولتقلب أصابعكم صفحات مصدر التعلم الفعل المضارع له مواقع كثيرة كانت سوق عكاظ تقوم وما يهديه الملوك يباع بسوق عكاظ فالنعمان يبعث إلى سوق عكاظ وغير ذلك الكثير الفعل المضارع المبني للمجهول أين تجدونه أبناء نعم فهي أول كل شيء متجر تعرض فيه السلع ويباع فيها الرقيق أما تكرار اسم السوق فهو كثير أيضا كانت سوق عكاظ ونسبوا إلى عكاظ فقالوا أديم عكاظي كان يباع في عكاظ نرجع مرة أخرى إذن لماذا وظف الفعل المضارع لأن الفقرة تحدثت عن وظائف سوق عكاظ وأنشطتها المعتادة والمتكررة ومعلوم أن الفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار فكان توظيفه مناسبا لمحتوى تلك الفقرة الفعل المضارع المبني للمجهول توظيفه لنفس العلة التي قد ذكرت من قبل هذا في المضارع أما توظيف المبني للمجهول فكان للاهتمام بالحدث أكثر من الاهتمام بالفاعل وكذلك لتعذر ذكره على وجه التعيين وفي الوقت ذاته هو مهتم بالحدث وليس مهتما بالفاعل وعن تكرار اسم السوق فقد كان لأن اسم السوق هو محور الحديث نتابع أيها الأبناء ومن كان له حاجة استصرخ القبائل بعكاظ حدد وزن الفعل استصرخ وبين معناه وفق صيغته الصرفية الفعل استصرخ على وزن عرفناه من قبل فماذا تذكرون عن هذه الصيغة؟ سوف أوضح لكم من خلال الأمثلة استغفر المؤمن ربه استغفر أي طلب المغفرة استأسد الجندي في المعركة استأسد من المؤكد أنها ليست للطلب لماذا إذن استأسد الجندي؟ نعم لقد تشبه الجندي بالأسد التشبه استحجر الطين واستحجر بمعنى تحول الطين إلى حجر نرجع إلى مثالنا استصرخ القبائل بعكاظ من الذي يستصرخهم؟ صاحب الحاجة الوزن هنا استفعل والمعنى طلب مساعدتهم وأن يزيلوا صرخته بتلبية ما يحتاجه من أمر مع ركيزة من ركائز اللغة العربية مع القواعد استخرج من الفقرة الخامسة ما يأتي اسما ممنوعا من الصرف مبينا علة منعه اسما من الأسماء الخمسة مبينا علامة إعرابه اسما فاعل لفعل ثلاثي مبينا وزنه اسما مصغرا مبينا الغرض من تصغيره أسمع أناملكم تقلب صفحات الكتاب لتصل إلى الفقرة الخامسة الاسم الممنوع من الصرف سفيان ومكة ما سبب المنع في سفيان إنه علم قد ختم بألف ونون زائدتين أما مكة فهي علم مؤنث نبحث عن اسم من الأسماء الخمسة أبوه وكان أبوه كأرابه نجد في الجملة كان فنقول أبوه اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الواو يطلب اسم فاعل قاضيا حافلة وقد جاءت الكلمتان على وزن فاعل نبحث عن اسم مصغر فيها أحداث تتصل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم قبيل مبعثه نعم قبيل اسم مصغر لماذا صغر هذا الاسم؟ حتى يدل على تقريب الزمان فقد كان ذلك قبل البعثة بزمن قريب إذن هو تقريب الزمان أبناء العربية لقد قام الكاتب بعمل جليل عندما عرض لنا معلومات عن هذه السوق وأظهر لنا مظهرا من مظاهر الحضارة والتراث الذي نعتز به وها قد جاء دورك لذا خط أناملك شيئا عن هذا التراث فبني إلى هذا التكليف كان العرب في الجاهلية أهل بداوة وقفر والقفر هنا هو الصحراء الجرداء التي لا خير فيها ولا نفع لا أهل حضارة وفكر تلك مقولة أكتب فقرة ترد فيها على هذا الطرح مستفيدا مما جاء في هذا النص أعمل أناملكم الذهبية لتخطوا لنا سطورا من نور عن هذا التراث أبناء الأعزاء سعدت بكم أيما سعادة فشكرا لكم على حسن المتابعة وإلى أن نلتقي لكم منا أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر